موسيقى صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت مذيع يتقاضى نحو مليونين ونصف مليون دولار سنويا فقد تصدر المذيع البريطاني كريس إيفانز قائمة رواتب موظفي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إذ يتقاضى نحو مليونين واربعمائة وثمانين الف دولار سنويا وجاء راتب إيفانز أعلى بخمس مرات تقريبا من راتب المدير العام للمجموعة وكانت المرأة الأعلى أجرا في بي بي سي هي كلوديا وينكليمان صحيفة الخليج عنونت أفعى روبوتية لإنقاذ البشر أثناء الكوارث والحروب إذ يطور باحثون في أمريكا روبوتا رفيعا جدا على شكل أفعى يمكن استخدامه لإنقاذ حياة الكثيرين خاصة في عمليات الإغاثة في مناطق الحروب وتلك التي تتعرض للكوارث طبيعية وفق الباحثين فإنه يمكن للروبوت الذي يبلغ طوله نحو اثنين وسبعين مترا المناورة في مناطق تشبه المتاهة والدخول في مناطق ضيقة والسير بسرعة اثنين وثلاثين كيلو متر في الساعة وإلى صحيفة الغد الأردنية حصلت على الطلاق بسبب تجاهل زوجها لرسائل الواتساب فقد قضت محكمة في تايوان لزوجة بالطلاق بعدما أثبتت عبر تطبيق واتساب أن زوجها يتجاهل رسائلها القاضي في حكمه لم يستند فقط إلى تجاهل الزوج الرد على رسائل زوجته ولكن إلى طبيعة الرسائل خاصة الأخيرة منها والتي أخبرته فيها بأنها في المشفى ورغم ذلك لم يتواصل معها أبدا حيث عد ذلك دليلا على أن زواجهما وصل إلى حالة لا يمكن معها تدارك ما فسد بينهما ومن حقها أن تحصل على الطلاق وإلى صحيفة القبس الكويتية تاكسي للمساعدة على الزواج في باكستان فقد أطلقت شركة تاكسي في باكستان خدمة فريدة من نوعها وهي ركوب سيارة الأجرى مع مدبرة زيجات تساعد الزبون على العثور على شريك للحياة وفي حزة هؤلاء النسوة التي يعملنا في الشركة لائحة في حوزة هؤلاء النسوة لوحة أو لائحة من طالبي الزواج من ذكور وإناث فيها معلومات تفصيلية عن المستوى التعليمي ومستوى الدخل والوزن والطول وما إلى ذلك